مع كل منزل جديد بندخله بنشوف طبعا سيدات كتيرة وكمان تصميمات وتنفيذات حلوة جدا أفكارهم وديكراتهم حتى لو كانت بسيطة بتبهرنا جدا طبعا بقى المطبخ اللي انتوا شايفينه ده كانت لسه من جددات وأحبت دلوقتي كمان مع بعض كده نشوف شكل وسطيل المطبخ القديم اللي كان موجود عندها وزي ما بيقولوا كده كل ما تصبرت نوري أكتر ربنا هيكرمك أكيد والحلم اللي انت بتحليه بيه هيتحقق إن شاء الله في يوم وليلة تعالوا نشوف طبعا دلوقتي كده إزاي بتبدأ تنظف وتنظم مطبخ اللي كانت بتحلم بيه بقالها سنين طبيلة وشكل المطبخ كمان قبل كل التغيير والتاجيد ده ده كان شكل وسطيل المطبخ عندها لكن بتقولك دايما كنت بسعى إن أنا جدد وغير وكل فترة كده كنت بالفعل بحاول إن أنا جدد في المطبخ بتاعي مرة غير بقى شكل السفرة مرة غير ديكورة بتاعت المطبخ مرة جيب استيالات كتيرة وفي نفس الوقت كمان ما بنكرش أبدا إن أنا حتى لو كان مطبخي البسيط ده كنت بحاول دايما ننظمه ووضبه ونظفه وما بسيبهوش أبدا مصدر الأتربة والدهون زي ما انتوا شايفين وهي دي طبعا الست الشطرة اللي بتحاول أول بأول يعني تسعى جاهدة كده إن هي تطور وتغير في نظام البيت عندها وبالفعل النتيجة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي معينا في كده الحالات سواء طبعا في المطبخ الجديد في المطبخ القديم هو الستايل كله حلو جدا وبتقولك الأجمل كمان في الموضوع إن زوجها بيساعدها في كل حاجة تخص المنزل توضيب البيت غسيل الموعين تكفيف الموعين كنس الأرض مسح الأرض الحياة مشاركة بمعنى أصح وطالما هما اللي اتنين عايشين في نفس البيت أكيد طبعا بيدوروا دايما على مصلحتهم إن بيتهم ده يكون بيت مثالي مش شرط طبعا أنا يكون بيتي مفيش منه اتنين وأحسن بيت بل بالعكس كل واحدة فينا طبعا بتحلى من بيتها على الأقل تمشي فيه الحياة كويسة مفيش أي ضربات ممكن نواجهها على الأقل طبعا أي مشكلة بسيطة نقدر إحنا الاتنين نحلها وبالفعل كده زي ما انتوا شايفين النتيجة بتبقى قد إيه حلوة جدا الصفرة كمان الجديدة بتاعتها تنظيف وتنظيم المطبخ أول بأول ترتيبه وحتى بتقولك لو المطبخ نظيف بحاول كمان كده لما عدونيها أكتر أحاول إن أنا جدد بعض الحاجات البسيطة أنقل شوية تصميمات من مكان المطبخ من مكانها أو ديها في مكان تاني يعني زي ما كل واحدة فينا كده دايما بتعمل بتجددي وبتغيري عشان طبعا دايما بتزهقي وبتملي وحايزة دايما عندك طموح كده للتجديد والتغيير بصورة كبيرة وبالفعل ده اللي احنا بنشوفه مع بعض طول ما احنا عايشين بنتعلم أكتر وكل ست في دول احنا بنتفرج معاها طبعا على فيديوهات روتنات حياتها وكمان أفكارها أكيد بنخرج مستفدين من كل فكرة زي دي معلومات كتيرة الطموح أكيد دايما هو اللي بيخليكي تشد حيلك في البيت أكتر دايما عايزك كده بيتك في أجمل صورة هتلاقيك يوميا بتقومي بكل روتنات اللي زي دي بعد الفطار بقى بعد الغداء بعد العشاء مفيش واحدة فينا أكيد ممكن تتكسل أبدا عن شغل بيتها إلا للضرورة القصوى لكن كل واحدة فينا أكيد طبعا بتتمنى أن بيتها كده تيجي في نهاية اليوم والدنيا حوالين منها مظبوطة وزي الفل وبالفعل كده شوية تفاصيل بسيطة لحد ما بنخرج مع بعض بالنتيجة اللي كل واحدة فينا بتحلم بيها روتنات سريعة لكل سيدة أجنبية بنعرضها مع بعض مهما كان طبعا بلادها يعني هي منين جاية منين راحة فين المهم في المضمون العام أن كل سيدة من دول دايما طبعا بتدور على شكل وسطيل بيتها والفكرة راحة كنا أخذينها بقى كده أن السيدة الأجنبية من دول عايشة مرفوها ما بتعملش شغل البيت عندها بقى اللي بيخدمها عندها اللي بيشوف لها شؤون بيتها اكتشفنا أن الدنيا والواقع غير كده تماما كل واحدة فيهم طبعا بتحاول كمان تكتهت في بيتها زيها زي أي سيدة هي دي سبحان الله الفطرة والطبيعة اللي ربنا خلقنا عشانها انتي تقومي أكيد بشغل بيتك طبيعي بزاسيلك مجهوتك مواعينك كل الحاجات اللي فيها طبعا شغل يومي لحد طبعا ما بتخرجي أكيد بالنتيجة اللي انتي نفسك فيها ويمكن طبعا بتحلمي تجددي وتغيري لحد طبعا ما بتوصلي كمان لشكل بيت ممكن يبقى ستايله كويس جدا مع كل كمان روتين يومي هي بتقوم بيه كل ده بيدينا حافظ وباور أني انتي تقومي وتجددي وتغيري وتشوفي كمان شكل وصيلي البيت عندك هيوصل ازاي طبعا بقى بتخسلمه هيك أول بأول بتنظمي حياتك أكتر وأكتر لحد طبعا ما بنشوف شكل البيت بيتغير معنا وزي ما قلتلكو الريتنات مش بتخلص أبدا كل يوم بنقوم بنفس الواجبات والمسئوليات والالتزامات تشوف كمان دلوقتي مع بعض كه شوية تجديد وتغيير وشكل البيت وستايله اللي بالفعل هينور معنا تنظيف طبعا بقى كده كل الدرف المفتاحة عندك في المطبخ دي خصوصا طبعا أما بتكون مصدر للدهون عندك بصورة كبيرة فبتيجي تبص كده النتيجة قد ايه بتبقى كويسة شكل البيت عندك بيلمع تنظيم خصوصا كمان أما كل واحدة فينا بقى بتشوف اليوتيوبرات والسيدات اللي عندهم قنوات كتيرة بتحس كده ان انت نفسك توصيل نفس مستوى النظام والترتيب بتاعهم على الرجم ان كل حاجة بيعملوها أول بأول وممكن يكون انت شكل بيتك ستايله أحسن وأجمل منهم بكتير كل دي روتينات يومية بنشوفها وبنتفرج عليها وبنطلع منها أكيد بنتيجة كويسة شوي التحفيز بقى وباور لو انت دي روتي قاعدة مكسلة أظن مفيش لأجمل ولا أحسن من كده نشاط بقى وخافة والسرعة في الأداء حاجة هتبهرك جداً لحد طبعاً منطلع مع بعض النتيجة بتبقى محفزة بالفعل بصورة إيجابية التشجيع والحماس اللي احنا أخدنا النهاردة أظن ينقلنا المكان تاني خالص وكمان في نفس الوقت شوية التجدات اللي هي عملتهم يعني أظن أكيد مناسبين لها وممكن انت يكون عندك في بيتك ديكورات وأفكار أجمل من كده وأحسن من كده ولو انت كمان بتطمحي ان انت الجديد وتغيري حاجات أجمل من دي طول ما احنا عايشين في الدنيا هنتعلم أكتر وهنشوف أكتر وأكتر هسيبكوا كمان دلوقتي مع بعض كات استمتاع بالفيديو للنهاية واتمنى من كل قلبي إن فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هستدنا أكيد طبعاً لايكاتكم اللي حلوة حماسكم واشتراككم معاي عشان أبهلكم بكل جديد أشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديو الجاي ومع السلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة